من جانبهم أكد خبراء في شأن القانوني أن جريمة مقتل المواطن الأمريكي ستيفن ترول انطبقوا عليها القانون الرابع من مكافحة الإرهاب التي تصل لإعدام القتلة وضحين أن الاختصاص المكاني هو من يحدد آلية معاقبة المتهمين بجريمة قتل المواطن الأمريكي إذ لا يمكن لأسرة ترول نقل الدعوة إلى الولايات المتحدة لأن الجريمة وقعت في العراق كما أن قرار الحكم بالسجن المؤبد للقتلة مشمول بتمييز الوجوبي وأن حضور ممثلي السفارة الأمريكية جاء للتأكد بأن الإجراءات سارت وفق الضوابط القانونية وليس للتأثير على الأحكام الصادرة من القضاء